السلام عليكم لبنات وشراكم. ان شاء الله يعبر الهنام ان تكونوا كامل بخير من النيين في صحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله الهمين ديالي اشتتحى بطاطة الله الله. يعني بدون لحم ولا دجاج ولا طن وبدون فرن بدون دهون يعني الطبق صحي مئة بالمئة. وزيت لكم كسرة الأخصاص بدون خاميرة القبز وبدون خاميرة كيميائية. يعني هذه الكسرة ميشلي نحيي كامل مدات باعتي ميشلي يعني منطقة من مناطق تيزي وزو. نحييكم من هذا المنبر بدون ايطالة رح نروح لمقادير وصو وطريقة تحضيرها. يعني اللي يعرف هذه الوصفة يفكروا نفكروا فيها ولي ما يعرفهاش راحوا يتعلمها معانا اليوم ان شاء الله. جبت هنا مقلة قطعة تزوج بصلات قيطة حصار. دات لهم حوالي 4 مرة فتاعة الزيت. راح نقلي ملاح البصل. حتى يتبدي اللون ديالو. يعني نورما ما هذي الوصفات تندير بالدرسة. ندرسته من الفلفل. بصحنا حبيت اليوم نديرها بالبصل والطوماطش. راح نعملكم شطحة ببطاطا بالدرسة. يعني الوصفة الأصلية بحول الله. دات هنا بطاطا قطعتها مكاعبات. حطرتها تفور في الكسكس. وهنا بعد ما ما تقلل البصل ديالي. دات لهم حوالي نصف كاستعلمة. حتى تجيل رصوص ديالي يعني ميه شوية. هنا راح نبدل المقلة ديالي. يعني حسيت هذلك حلاس صغيرة يعني ما ترفت كامل مكونات الي راح نحطها. ملح. دات هنا مغرفة صغيرة تاعم الملح. دات فلفل كحل. كما رأيكم نشوفها راس مغرفة. دات توابل تاعم الدجاج. دات فلفل عكري. خلط مليح للمكونات. وزيت مكعب ملح الدجاج. هنا شوية الفلفل الحلو مع الحار. هنا فقط ملاحظة على الفلفل. لا تحطوه تحت العين. على بركم الفلفل الحلو. ولا فتناقص لناه تحت العين. راح تلبرنا ديالو. يعني حاولوا كي تشووه تقشروه. تشلو يدينا بالماء. وتمسحوه. باش تنحى هذو كل القشور الكحولة تعشوه. يعني أنا شويتو قشرتو. وراني نقطع فيها الى شرائح. او الى شرائط. كما راكم نشوفو يعني. خليت لصوص ديالي طيب على نار قليلة. والبطاطا راهي تفور. يعني البطاطا مدى تلهش الملح. بسكلا لصوص فيها الملح. وفيها هذيك القطعة جومبو. سوف يمدى تلهش الملح في الدفوع. وهنا راني نقشر توم. يعني هذه الوصفة تحب التوم. راح نديلها كمية لابس بها. بعد ما طابت لصوص ديالي. راح نحط لها البطاطا. بعد ما فارض. يعني طابت. نحركها غير بالأقل. يعني مهم الأحسن نحركها بالمقرر. فتح السيليكون. ولا تعالح طب. باش ما تبش هذيك البطاطا. ونحط له هذيك الشرائح. على الفلفل من الفوق. واهلا. بعض الأحبات. وجبت هناك خلطيها. ونحط أحبتها. ونحطها في ملاح. ونحطها فوق أشتتحها. نحاول ندخلها. هذيك الخالط في كامل أطراف تحسني. وفي الواسط. ونغطيها نقص لنا ونجعلها قسمي طيب هذا البيض نقص لنزيل الدناس وننجعلها قسمي كسرة كسرة تأليون كميائية مدت الى الهش لا خاملة كميائية ولا خاملة الخبز ملح ومغرفة صغيرة على الملح ومغرفة صغيرة على السكر وضعت فنجلة على الزيت لا يوجد زيت زيتون او لا يوجد زيت صنغو اضفت الماء تدريجيا الماء تدريجيا نصف كيلة الماء وضعت لكم شحل وشحلت الماء ويجب أن يكون على نوعية السميد كين سميد يمكن أن يكون شربة يمكن أن يكون أكثر ويمكن أن يكون أقل وعجينة تحتاجون لا يجب أن تكون طريقة ويجب أن تكون يبسع حيث أنه نقص من نصف نقص من النصف أردونا بها لがとうございます لنعمل العجينة لنعمل العجينة ونضج قسمة تنحى كمالة تتناول العجينة لنعمل العجين نغطيها بكس بلاستيكا لترتاح حوالي ثلاثة دقائق ونبدأ نشكلها هذه الكمية داتي لقرصة كبيرة يعني هكذا يديرها صحاب مشلي يديرها كبيرة يعني أنا الخبزة تعمت وسطة نحلها ونحاول نكون دائرة بيدينا بخير نعاون نروحنا بالحلال يعني اللي بنات قانتي معامرة بالوصفات على الكسر يعني كل أنواع يعني كثيرين بسا كين طرية كين بالجلجل كين بالسنوج كين بالمارغارين كين بشع يعني كل الوصفة تقول يختهب بعدي منطلق يعني كامل الوصفات روعة سلتو تاع الجلجل والمارغارين يعني يا سالم برك لازم يكون عندكم تاجين شباب هذا ثاني يلعب الدور في الكسر لازم يكون من النوعية الجيدة ونحصلوا على نوعية مليحة ونتيجة مليحة كما راكم تشوفون نحلها ماشي رقيقة بزاف وماشي خشينة بزاف نحطها في التاجين ونضغطها مليحة بالفرشيطة كي لا تنفخش بالنسبة للنار تكون متوسطة يعني رايحة قريب للقاوية هكذا شوية فوق المتوسط ونقعد ندور فيها ونضغطها بهذه القشبة على الكسر حتى نحصلوا على لون شباب هكذا نحصلوا على الكسر كما يحب خاطره وخاطركم بعد هذا هو الوطاطا هذا هو الوطاطا يعني طابت الله الله يعني بالعاني خليت فيها المرقب باش لا تجيشنا شفوه ونضغمس بهذه القسرة يعني شاهدتكم بلج يا حبيبات قلبي شاهدتكم في الصحة شوفوا هذه القسرة العزيزة كيف شجعت يعني تنتاكل بشوارب فيها هذه القرماشة لأنه هذه الزيت زيتوني هي التي تمدلها هذه القرماشة لمحب الغذاء الصحي يعني ما كاش كما هذه الكسرة على وغلاء إذا درتها بشغير يعني ما عندي ما نقول ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو يعني من هذه الوصفة أو من هذه الوصفات نتمنى تجربوهم وراح تعجبكم إذا عجبتكم ما تنسوش ديلوا ليجامة وارتجوا مع الأصدقاء انتلاقوا في فيديو جديد عن قريب مع السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر